بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى اليوم اللي بنقعد فيه عشان نتدرس حديث رسول الله سلم بيبقى يوم عيد يوم فرح يوم سرور لان مجرد قراءة حديث رسول الله سلم والعايش معاه يحسسنا بالسكينة والطمأنينة والفرح والسعادة وإزاي وإحنا ما نحسس بالسعادة والطمأنينة والفرح وإحنا قاعدين في حضرة فرحة العالمين ورحمة العالمين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن أرضى أن نقعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وتعالوا كمان نسلم عليه عشان يكون حاضر معانا وإحنا نتكلم عن حديثه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب ولا يحمل لنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته تعالوا نقرأ كده أنا الحديث ده بالذات أنا لما بقرأه بحس بحاجة كده وكأن هذا الحديث مليء بالمعاني مليء بالنغم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته من جمال هذا الحديث ومن حب لهذا الحديث أنا بسمي هذا الحديث حديث الطمأنينة والسكينة ليه؟ لأنه الحديث ده بيطمننا على مستقبان وبيخلينا نتعامل مع قضيتين مهمتين جدا في حياتنا وهم من أخطر القضايا بالتزان جدا 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 قضيتين هم والاضطراب في التعامل معهم أكتر حاجة بتجلب الألأ والخوف والفوبيا والرعب اللي هما قضيتين بتوقعه ويمكن دول أكبر قضيتين بيفتحوا باب الفتنة وباب الفساد في حياتنا ايه هما القضيتين دولا؟ الرزق والأجل فاكرين الرزق بيعمل ايه؟ يخلي الناس تتصارع وتطلب المال مما حرم الله ويعيشوا في صراع وتقاتل على لا شيء على لعاعة من لعاعة الدنيا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا وفي إيه اللي يحصل؟ فتنافسوها فتهلككم كما أهلقت الذين كانوا قبلكم والأجل اللي بيخلي الناس تجري 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 من غير ما تعرف هي بتجري على فين؟ فيعيشوا في ضياء وحياتهم تبقى كدر وعشان كده مع الضغطات المختلفة اللي بنمر بيها في الوقت بتاعنا ده زادت آفة في عصرنا بشكل ملحوظ وهي زياتة الخوف من مستقبل اللي أشكاله بقى ملعاش آخر أشكاله متعددة زي إيه؟ الخوف من ضيق الرزق والخوف من الفوت والخوف كمان من الفشل والخوف من الفقد والخوف من الوحدة والخوف من مستقبل العلاقة الزوجية والخوف من المرض يا كثرة الناس اللي بتخاف من المرض في ناس كتيرة حاسين إن هم النهاردة أو بكرة فوق وقت قريب ممكن يصابوا بمرض الخبيث اللي احنا بنسميه مرض الخبيث ليه ده كله؟ لأن هم مش قادرين يضبطوا أو يفهموا بشكل صحيح قضية الرزق وقضية الأجل حتى إن بعض العلماء علماء النفس بدأوا يرصدوا حاجة غريبة أوي هم شافوا حاجة غريبة أوي إن في حاجة بدأ اسمها الكورونوفوبيا اللي هو الخوف من مرور الوقت إيه ده؟ يعني كل ما يمر الوقت الناس ده يزداد ألأ مع إنه ممكن يمر الوقت بسعادة حتى لو مر بسعادة الناس تحس بألأ وهو نوع من الاضطرابات الألأ اللي بيحصل إن تعيق الإنسان إنه هو يستمتع بحياة وعيش حياة طبيعية وبيأثر على حياة الإنسان وحياة العملية بكل أشكالها فيفضل مشغول بالخوف من بكر ويفضل بكر بالنسبة له عبارة عن بيت أشباح ومليان بالمخاوف السؤال بقى ليه بنخاف من المستقبل بعضنا هيقول علشان ما عرفش بكرة هيحصل في إيه هتكون أوضاعي إزاي هكون بصحتي ولا هكون مريض حد هيشني ولا الناس هتتخلى عني أقف إزاي في أزمتي لو حصلت لي أزمة ولا أنا مش هقدر بخاف عشان بكرة مجهول بالنسبة لي بخاف عشان بكرة ممكن يكون أسوأ من النهاردة يا الله كل ده مع أني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان لو صار في حياته متوكلا ربنا يحفظه لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما رزق الطيب يبقى أنت لو عايز ربنا يفتح عليك من حيث لا تحتسب خليك واخد بالأسباب ومتوكل على الله ولا حاجة يتهمك وخاصة بعد ما ربنا طمنك طمنني إزاي يعني قال لي وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى رزق محفوظ خايف على إيه بقى وعشان كده أصبحت النقاشات بين الناس في السوشيال ميديا بشكل كبير أوي بتكررسين أني بقدر شوف بقى شوف الفلسفة الخبيثة وشوف الوسواس النفساني اللي يدمر حياتك بنا آدم حد يقولك أن بقدر خوفك من بكرة وهمومك بقدر ما أنت واقعي يعني كل ما تخاف من بكرة وكل ما بتخاف من همومك كل ما تبقى إنسان إنسان واقعي ومش حاطط رأسك في الرم كأن الشخص اللي عنده أمل وواثق من الله سبحانه وتعالى يبقى إنسان مش واقعي على فكرة دي مش واقعية ده وقوع هذه ليست واقعية ولكن وقوع في أوحال النفس الأمر بالسوء اللي بتشكف ربنا واللي كمان مش قبل وعد الله سبحانه وتعالى أليس الله بكافر عبدة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت وهو يتكلم مع الخلق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء علي ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كده يبسط الرزق مش كمان ينزل الرزق كمان يبسطه يعني يجعل الرزق الوصول إليه سهل يعني اللي انتو شايفينه بتقول عليه ده المرار اللي احنا بيحصل لا 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 الرزق المبسوط وزاك في الحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الحديث اللي احنا كنا بنقرأه وحديث النهاردة إن أنا بسميه حديث الأمان لن تموت نفسه حتى تستكمله يعني أني أرزق مبني على الكمال وإسمع كمان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيدنا جبريل أرسله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد يأكده على المعنى ده لن تموت نفسه إلا بعد انتهاء أجلها والمعنى التاني رزقك هيجيلك هيجيلك ولن تموت نفسه حتى تنال رزقها كاملا وانا دايما بقول لأحبابي من العيب أن ترى الرزق ولا ترى الرزاق وأن ما كان مع الرزاق فكيف يضيق عليه الرزق يعني أنت لما تكون مع الرزاق سبحانه وتعالى إزاي رزقك هيضيق وهو الواسع فعشان كده أنت بشينفعت أن أنت عارف على فكرة لو ذهبت إلى قبرك لتبعك رزقك إلى قبرك فأخرجك من قبرك حتى تستوفي يا رزقك قبل أن تصل إلى قبرك ياه للدرجات دي للدرجات دي عشان ربنا كريم وربنا واسع طب ليه بعض الناس بيشوفوا أن رزقها شوية مش كتير وليه بيحس أن الدنيا دياء عليه آه أقول لك سبب ده أنا بحب العبارة دي بحب هذه الحكمة ضيق الرزق من قصر النظر الحكمة دي أنا عملتها يعني قلتها النفسي أولا وبعد ذي اللي وجدتها هو حل لكتير من مشكلاتنا أنه ضيق الرزق من قصر النظر أنت شايف نظرك دي ولو وسعت نظرك هو إيه اللي بيحصل لما الإنسان خلي بارك إيه اللي بيحصل لما الإنسان يغير من نفسه ويطور من نفسه إيه اللي بيحصل هو الرزق بيختلف لا نظرتنا فنرى رزقنا على حقيقتي يبقى ربنا سبحانه وتعالى قالك أنه هو يكفيك وأنه بيبسط الرزق ويقدر بما ويقدر ما يصدح حالك يبقى أنه أنت شايف ضيق من الرزق ده يسمو سبب صلاح الحال وهو أخبرك سبحانه وتعالى أنه هو مهد لك الحياة وخلى الحياة مهدة جزء من تمييد الحياة أن يأتيك الرزق بقدر مش هو قالك كده ألم نجعل الأرض مهدة بدلا أنت عايش على الأرض لازم يبقى فيه تدبير لأن الأرض فيها تغيرات وإنت لازم يكون حالك فيه تغيرات عشان تقدر تفضل عبد مطمئن ورزاك وطمئنك أن رزقك محفوظ حتى لو ذهبت إلى أي مكان تختفي منه فرزقك سيصل إليك وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وفي رواية حتى تستكمل رزقها وسيدك قال لك سبحانه وتعالى وفي السماء رزقك ومما توعدوه فالسؤال بقى هو أنت ليه بتخاف من الأقدار لأن ربنا أعدها لك على فكرة القدر يا سادة مش كتاب المفاجآت غير السارة التعريف الحقيقي للقدر عندي أنه كتابه ألطاف الله كتب بمداد من ود الله يعني كتاب ملياء كتاب اللطف بس كمال لطف ماله لما جيت كتب اللطف ده كتب بإيه بحبر وبمدد من ود الله بيودي الله فكتاب ملياء لطف كتاب اللطف اللي ملياء نودي سبحانه وتعالى فأنت عبد ربنا مدبر لك ومدبر لك حياتك بأجل النعم سبحانه وتعالى فمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى هي نعمة التدبير ولذلك الله سبحانه وتعالى لما دبر لك دبر لك على الساعة مش على الضيق طب أنا شايف الرزق ضيق ليه؟ ضيق ليه؟ قال لك لأن ده من نظرك أنت لو شفت أن الرزق ده بيضيق عشان يفتح عليك ربنا باب أن أنت تكتشف نفسك وتعرف نفسك وتعرف قدراتك فتخرج أحسن ما فيك يبقى ربنا وسع عليك ولا ضيق عليك هو عندما أغلق لك باب أعلمك أن هذا الباب كان دوره أن يوصلك إلى كل هذه الأبواب كل هذه الأبواب التي في حياتك فهو لم يغلق الباب ولكن هذا الباب انتهى دوره عندما أسلمك إلى الوسع مش إلى الضيق يبقى ربنا بيدبر لك والتدبير يا سادة هو حب الله الخفي التدبير ده هو حب الله الخفي لأنه يدبر لك في الخفاء فحياتنا مش بينا إحنا وليست بأحداث حياتنا تدبير الله هو الحياة يبقى الحياة عبارة عن إيه؟ ظاهر كده وراء تدبير الله يبقى الحياة بتاعتنا هي تدبير الله واللي يجعلك تشعر بالأمان هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك وتدبيره لك بعلم وحكمة وود ولطف وكرم فأنت لما بتفتكر أن أنت بعيد عن ربنا وتفكر بتفكير بعيد عن الله بتشوف الدنيا عظيمة بس أنت بتشوفها عظيمة كمان تشوفها عظيمة المخاطر فتترعب ويبقى الأيام واللي يتيجي بالأحداث الجسام اللي مش هتقدر تواجهها بس تعالى واحدة واحدة بس ومين قالك أن أنت اللي بتواجه الحياة أصلاً أنت مش أنت اللي بتواجه الحياة ومش أنت اللي بيتماشي حياتك أنت عبد وسيدك هو اللي بيحمل عنك الله سبحانه وتعالى يقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وأسوأ حاجة أنت بتعملها بتعملها لك النفس الأمبارة بالسوء لما تخيفك أن هي تبعدك عن مولاك فتبعدك عن حياة النور وعن تجليات هذا النور على قلبك لما تبعدك عن القيم اللي جواك وتخليك تعيش بدرجة مصارع وتبقى الحياة كلها حلبة مصارع عشان تضمن مستقبلك لازم تصارع وإذا ما صارعتش حياتك ما تبقاش فيها أي فوز وإنت لازم إيه اللي حاصل تتعلم كتر الشك في الناس والسوء الظن فيهم عشان تحمي نفسك من مخاوف موهومة ومن وساوس فإيه اللي يحصل ففجأة الوسوس يروح يسري في حياتك يسري للعبادة ويوسوس لك في يسري كمان إلى خوفك على صحيتك ومن الحواليك فإيه اللي يحصل فالحياة تنهكك وتستهلكك والوسوس يأكل فيك عشان كده نيجي نيجي بقى نوقف مع حضرت النبي عشان يوصينا الوسيقى اللي تخلينا نخرج من إيه من كل هذا البلاء حضرت النبي يقول لنا فأجملوا في الطلب واحدة واحدة ولا يحملننكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينالوا إلا بطاعتي يعني خلوا بالكم طلباتكم الجامعة الكل أوجه الخير وكون على يقين بأن الخير اللي ليك هيأتيك وما فيش حد يمنعه عنك علشان كده بقول اليقين دايما بقول لهذا الكلام لأحبابي اليقين من حسن التدبير هو مفتاح أمان القلوب فإن اللي حاصل فالأماني مش إن حياتي تكون تحت سيطرتي أمنيتي مش كده أنا أمنيتي إن أنا أدوق حلاوة إن حياتي تحت تدبير الله وهو اللي بيسطح شأنها فأرتاح لأن الذي يدير حياتي هو الذي يخلق حياتي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعشان كده خليني أسأل في دايما بحط إيدي على قلبي كده لما حس بهذا الخوف وأسأل نفسي ما ظني برب العالمين ونزاك نفس السؤال بسأله لحضراتكم ما فما ظنكم برب العالمين حسن ظنك بربك لأن من الحكمة أن أنت لما تحسن ظنك بنفسك تشعر بجمال هذه الحكمة اللي بتقول أن الثقة بالله تنير وبصيرة المحب فاشهد جمال التدبير السابق لإيجادي ويذوق حلاوة الرهاية المستمرة في إمدادي يشوف كده التدبير اللي قبله 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 قبل الخلق جميع ربنا دبر كل ده ويشوف المدد اللي نازع عليه من فضل الله سبحانه وتعالى وعشان كده عتعيش في أمان الله بحقيقة أن الله سبحانه وتعالى مهد لك مستقبلك فإزاي تعيش ده أول حاجة فكر دايما أنك في حضرة الله سبحانه وتعالى كل يوم الصبح وفي المساء خلي بينك وبين ربنا خلوة تكلم فيها ربنا عن كل ما يتعلق بيك وتقول لربنا سبحانه وتعالى يا سيدي عبدك وفقيرك يخشى من الأوهام وأنت الرب العلام وأنت الذي تجري الأحداث والأيام ولطفك يا ربنا ما ابتعد عني في لحظة ولا في يوم من الأيام فاجعلني يا رب في أمانك واجعل حياتي دوما في سلام الكلام ده تقول في الصباح وتقول في المساء خلوة تختلي بيها مع الله تاني حاجة ممكن نعملها وتوصلنا إلى هذا الإحساس بالأمان أكثر من خدمة الناس فإن محاسن الأخلاق تنشر الأمانة في القلوب وإن الخدمة باب الرحمة الخدمة إنك تخدم الناس لأوسع أبواب الرحمة رقم 3 أحسن لأهل بيتك يعني خليك بتعمل الخيرات مع أهل بيتك بكلمة والكلمة الطيبة الصادقة بتتفقد إن أنت تتفقدهم زي ما حدث النبي كان بتتفقد أهله وأصحابه ببسمة فيها محبة فيها حنان فيها تأدير وتبسمك في وجه أخيك صدقة بحض فيه تطمين واحتواء زي ما رسول الله سأمكان بيحتضن أولاده وعشان تعرف كده لازم تعيش المعنى الراقدة إحسانك لأهل بيتك يخليك ويخليهم يحسوا بالأمان وأن سبحانه وتعالى يكفيهم ولا يتركهم وحدهم فلذلك أنت لازم تفهم ده وتحيا به ولو عشت ده هتحس أن حضرت النبي كلامه سارى فيك وسأيتها تذوق حلاوة الأمان وأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لك باب واسع من أبواب الأمان وسأيتها تعرف ليه كان قوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله يا رب اجعلنا يا رب على الدوام بأنوار حضرت النبي في الأمان وفي الضمان وفي السلام برحمتك يا رحمن يا سادة بعد الفاصل نرجع عليكم ونشوف أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحة بنامج ولا تعسره وندرسها معاكم وننظر فيها ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعانا صفحتنا على فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة وتفضل جسر موصول بنا دايما نتلقى في أنواركم ومباركتكم ونفضل في مجلس العلم دائما نتلقى مدد ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق وبالتيسير وبالخير تعالوا ناخد أول السؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره والسؤال بيقول هل القروض حلال ولا حرام القروض البنكية قانون 194 لسنة 20-20 اللي هو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ما فيهوش كلمة قارن فيه أن البنوك بتعمل فيه شوية حاجات بتعمل فيه التمويل والتسهيلات الاقتمانية وكمان بتعمل فيه المساهمة فيه رؤوس أموال الشركات يعني يعني الأموال اللي بناخدها لو كان بناخدها عشان شراء سلعة أو عشان خدمة أو عشان مشروع فهذه ليست اسمها قروضة هذه اسمها تمويل وسأتها تبقى جائزة أعيد الكلام تاني لو إحنا نشتري سلعة أو عن مول مشروع أو عشان خدمة ده اسمه تمويل وليس قرب وده غالب أحوال الناس وخاصة 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 أني كل وسائق اعطاء الأموال للناس اللي أنا مش هسميها وسائق القروض وسائق اعطاء الأموال للناس بقى لازم يكتب فيها الغرض من أخذ المال بدل انت كتبت الغرض من أخذ المال يبقى ده مش هنقدر نحطه في باب القروض هيتحطه في باب التمويل يبقى ايذن لو كنت هتعمل حياة من الحياة اللي أنا قلتلك عليها دي قار ده مش هيبقى اسمه قارد ده هيبقى اسمه تمويل خدت الفلوس عشان مشروع خدت الفلوس عشان سلعة خدت الفلوس عشان خدمة ده كله هيبقى من قبيل التمويل وده جائز وليس من قبيل الحرام السؤال اللي بعد كده بيقول هل لو زوجتي تركت منزل الزوجية وزابت عند بيت أهلاء والدتها وتركت ثلاث أولاد ولما تواصلت معاها بأنها ترجع البيت حتى نكمل حياتنا الزوجية ونحل أي مشكلة بيني وبينها فقط من دون تدخل أي حد رفضته بشدة وقررت أنها عاوزة تطلق ولما تحدثت معاها وعرفت سبب المشكلة قررت أني أعتذر لها وقلت لها سأقدم لك أي شيء تحتاجينها أو ناقص عندك هذا كل سعياً لأرضاها وحفاظاً على الأولاد والبيت لكي لا يخرب لكنها رفضت مرة أخرى وبشدة تطلب الطلاق هنا سؤالي لفضلتكم ما هي حقوقها الشرعية في حالة الانفصال لأنها مصممة أرجو الإفادة لو تكرم أول حاجة أن إحنا نأخذ خطوة مهمة وهي خطوة الذهاب إلى من يحاول ولدي القدرة على الإصلاح بينه لا ما فيش فايدة وحصل كده يبقى خلاص أتوقف ده على نوع الطلاق اللي أنت عتطلقه لو أتطلق طلاق غيابي مثلاً أو أتطلق طلاق اللي بيسمون الناس الطلاق العادي اللي هو لا طلق على الإبراء ولا يحصل خلع ولا أي شيء لو أتطلق الطلاق عادي أتأخذ حقوقها إيه حقوقها بقى أتأخذ مؤخر الصداء وهتبقى الشبكة بتاعتها وتأخذ لو في أي معنى أتأخذ الأيمن وكمان أتأخذ نفقة العدة والمتعة العدة تلت أشهر والمتعة سنتين على أقل فيما فوق بحساب عدد السنوات اللي هي قضيتها مع حضرتك وإنت قلت إن أنتو ما قلتش قد إيه كان بينكم جواز لكن عندكم ثلاث أولاد على أقل مش هنتكلم في أقل من خمس سنين فما فوق يبايزا خمس سنين جواز أي تحسب بقى سنتين مؤخر فما فوق نشوف بقى إيه اللي ممكن يصل إليه هذا الأمر دي الحقوق بتاعتها وأظن هو ده اللي حديك بتسعل عليه بتقول لي إيه حقوقها الشرعية في حال المفصال إذا حصل ده طب إذا بقى طلق على الإبراء هيبقى بقى ده مسألة مسألة التفاوض هيحصل الطلق إيه شكله هي تبرئك من إيه ولا تبرئك من كل حقوق حسب بقى ما يحصل ده فإذا كان الطلق ده اللي بتسموه في بعض الأحيان لما اتطلقها من غير ما تكون فيه اتفاق بينكم بعدها تسموه طلق إيه طلق غيابي يعني هي مش موجودة أو طلقتها طلق تاني وهي موجودة بس ما كانش فيه اتفاق على إن هي تطلب إن هي تفتي نفسها وتتطلق في مقابل مالي يبقى ده نعين من الطلق الطلق هتاخد فيه كل حقوقها والطلق التاني يعني يبقى فيه تفاوض على إن هي تتنازل عن بعض حقوقها أو هي نفسها تروح تعمل خلع فتطلق بهذا الخلع يبقى إذن ده نعين الطلق ودي الشكلين بتاعة الحقوق يبقى شكل الأولاني هو إن هي تاخد حقوقها كاملة اللي هو إيه بقى حقوقها كاملة الشبك مؤخر الصداء لو في أي آآ تلات شهور آآ تلات شهور آآ نفأت آآ عدة ويه سنتين على الأقل نفأت موتا دي الحقوق اللي هتكون لها إذا حصل الطلق بالطريقة الأولى أو بالطريقة التانية هايكون بحسب ما هتتفقوا السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي سؤال أنا متجوزة من سنة ونص وعلى طول خناء بيني وبين جوزي وغضبت كتير بس أنا سؤالي هو على طول بيحب يحسسني أني قليلة أني قليلة وبيعملني بمزاجه في كل حاجة وساعات كتير مش بيديني اهتمام خالص مش بيتصل بي لما أبقى برا ولا يقول لي روحتي ولا لا روحتي ولا لا ولا أي حاجة خالص أنا مش عارفة أتعامل معاه أعمل إيه واضح إن احنا أنا أقول لكم الصراحة واضح إن احنا لما اتجوزنا اتجوزنا واحنا ما حصلناش على تأهيل للمقبليين على الجواز فواضح إن احنا اتجوزنا وعندنا لغبطة في مفهوم الجواز وعشان كده ظهرت المشكلات اللي ممكن تظهر فيه أول الجواز زي مشكلة ايه مشكلة الإهمال في كتير من الناس اللي بتجوزوا الشباب بتجوزوا يتجوز فبعد ما يتجوز اللي حصل يحس إن هو أرهق لأنه عيني بازل كل ما عنده واقترد وعمل كل حاجة فإيه اللي حصل فحاسس إن هو ما عندوش طاقة فعايز يسترد طاقته فزيكته تحس إيه ده لأن تكنت في الخطوبة بتقولي كلام حل وبتحن علي وبتهتم بي وممكن أي لحظة أبص أطلبك ألاقيك قدامي هو إيه اللي جرى انت ظهرت على حقيقتك وكنت بتمثل فترة الخطوبة لا هو حس خلاص حس بحاجة أنا بكرهها اللي اسمها إيه؟ الضمان هو حس إن هو ضمن زوجته خلاص هي موجودة في البيت هيرجع يلاقيها طول الوقت خلاص فهو حس إن هو ضمنها فإحساسه ده تعمل إيه بقى؟ يخليه في وقت كتيرة جدا 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 عنده مشكلة معاها إن هي تحس إن هو وكأنه زهد فيها بس ده أمر مش كويس أمر يخلي الناس تعبنين طول الوقت وأمر يخلي الجواز يفقد جماله ورونقه ودي من المشكلات يمكن ترتبها التالت أو الرابع في المشكلات سنة أولى جواز اللي هو مسألة إيه أنا بسميها انطفاء الوهج والتألق للجواز بيحصل بدري أو ممكن يحصل بدري في السنة الأولى والسنة الأولى للجواز آه ليه طيب كل واحد داخل بسقف توقعات عن الجواز فداخل الجواز لا سقف التوقعات وده مش موجود فيفتر ولذلك لازم الناس تجدد حياتها الزوجية ولازم الزوج والزوجة يغيروا من حياتهم الزوجية بشكل كبير جدا جدا انت سألتين يعمل ايه؟ لازم نقعد مع بعض لازم انتو الاتنين تجلسوا معا وتتكلمان طيب اذا ما تكلمتوش هم مش هيعرف هو في لحظة من اللحظات لما بيجي حد يقول له انت عملته وعملته وعنته يقول له ما كنتش عارفة ما قالت ليش وبلاش نرجو يا بدماغ ايه؟ اللي اتمام ما بتطلبش لا 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 خالص المسألة مش مسألة ان الاهتمام ما بتطلبش المسألة ان في بعض الاحيان شريك الحياة اما للسزاجة او لانه ما يعرفش نمط الشخصية او لان فيه فجوة بينكم الاتنين في الحوار ما بيبقاش فاهم انت محتاجة ايه؟ او مبقاش فاهم هو ايه المشكلة؟ ما كل الناس عايشين فهو لازم نتكلم مع بعض عشان ابين احتياجي واعرفه انا عايزة ايه؟ طب هو مش مفروض يعرف الحاجات دي من نفسه يا ستي ما اتدربش هو سازي هو ما بيعرفش الكلام ده فنعمل ايه؟ نساعده ونوعيه ونزلك ايه اللي حاصل؟ بتسأليني اول حاجة نعمل ايه؟ اول حاجة تعودي معاه والكلام اللي حضركم تقولي ده تقولهوله وتاني حاجة ان انت تسأليه هي ايه اكتر ثلاث صفات ممكن تكون فيا انا ممكن احسنهم وابني عليهم عشان نبقى حياتنا كويسة وهي اكتر ثلاث صفات انا ممكن انت شايف ان انا لازم استغنى عنهم عشان حياتنا تبقى كويسة ونفس الحكاية هو يقول الكلام ده يقوله الثلاث صفات اللي عنبني عليها حياتنا الزوجية والثلاث صفات اللي لازم نتخلى عنها عشان حياتنا تبقى كويسة يبقى اول حاجة زي ما قلنا نوعود ونتكلم تاني حاجة لو حصل الانفتاح بعد ذلك الكلام نسأل بعضنا السؤالين دول ايه الثلاث صفات اللي عنبني عليهم طيب احنا يبين ده من قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة يبقى الانسان يكون بصير على نفسه يحاول ان يتخلص من معايبه وان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم يبقى دي حاجة مهمة دي تالت تاني حاجة تالت حاجة ده تعمليها بشكل واضح ان انت ببساطة خالص اذا كن عندك واحد من تلاتة دولار او اتنين من التلاتة او التلاتة لازم تتخلي عنه اللي هما ايه كثرة الانتقاد وكثرة الشكوى وكثرة اللوم توقفهم من التلاتة دولار لان التلاتة دولار اسمهم ايه معدن النكد يبقى النكد عبارة عن ايه كثرة اللوم وكثرة الانتقاد وكثرة الشكوى نوقف التلاتة دولار رقم اربعة ان انت بحتاجة تعمليه بشكل واضح عشان تستطيع ان انت تتخلص من عدم اهتمامه ده بشكل واضح ان انت تخليك قريبة منه وتحاولي لما تحسي انه عنده عباء تخفيف من عليه وتحسسي ان انت اهم حاجة ان هو يكون مرتاح هتقولي لي ما انا عملت كده كتير وما جابش نتيجة طول ما هو عارف ان انت بتعملي كده عشان تاخدي بنت عليه طول ما هو مش هيتغير طيب واذا عجزنا عنده خالص احنا محتاجين استشارة زوجية محترمة تقرب وجهات النظر ما بيننا لان هو في الحقيقة انت بتقولي طول الوقت في خناء هو يبدو انا دايما بقول كده لالازواج والزوجات الخناء ما بين الازواج والزوجات بيكون كاشف عن حاجة في باطن الزوجين مش عارفين يقولوهم فبيحولوا ده الى خناء وكأنه بيرج التاني عشان يطلع احسن ما فيه فلزاك الخناء مش هو المشكلة علو الصوت مش هو المشكلة الصراع مش هو المشكلة النكد مش هو المشكلة المشكلة اللي خلت الناس تنكد المشكلة اللي خلت الناس تسارع سعاد بولون كتيرا احسن ما فيه احسن ما فيه